اشتركوا في القناة 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 at a hotel in midtown Manhattan and press weren't even allowed to cover that so you are seeing excessive force across the country by police let me just clear this out there were 100 protesters yesterday near a fundraiser by President Obama and there was excessive force used against them so that they couldn't go even near to that place that's correct, yes تمام واضح أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مبارح كان بيحضر احتفالية من نوعا ما وكان فيه 100 متظاهر عايزين يقربوا من المكان ده عشان يتظهروا مكان ما موجود جايز يتسمعوا واضح أن السلطات منعتهم تماما من الاقتراب حتى قريب من المكان ده تماما والتكافية تعطيم إعلامي ومنعوا الإعلام من تخطيرة الأحداث دي ده اللي ماك بتقوله وبتقوله أن فيه استخدام بعنف بالزيادة في الأحداث وإحتلال الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية So let's see the next tweet over here Brandon Dollars is commenting I was on Occupy LA RST Denied basic rights No phone calls for 12 hours $5,000 bail and just got out an hour and a half ago I'm going to sleep now I'm just going to translate that and come back to you for a comment أنه كان واحد بيقول Brandon بيقول أنه واحد من اتقبض عليهم في أحداث Occupy LA أنه ما كانش حقوق الأساسية الموجودة بيكفلها له الدستور الأمريكي يعني ما تمتعش بها خالص ما كانش ليه حق الاتصال بالمحامل ما كانش ليه حق الاتصال بأي حد خالص لمدة 12 ساعة وكان إطار يدفع كفاية لـ 5000 دولار وطلع من ساعة ونص هو بيقول وحيدخل النام خلاصة وعلى آخره عايد نسمع بس رد الفعل منها كأعلامية What's your comment regarding that? Well I think you are seeing as he said he was denied basic rights no phone calls for 12 hours I mean when people are arrested in this country they're supposed to be able to to make a phone call they shouldn't have an excessive bail it seems like $5,000 is a lot and they're basically using that to intimidate people to make them afraid of being arrested and not going out in the streets that's pretty obvious Perfect هي بتقول إن السلطات بتستخدم الأساليب دي عشان تخوف الناس من هي تنزل تعتصم وتتظاهر بمعنى إن هم بيخوفوه من هم حتى حقوقهم الأساسية مش هياخدوها فبالتالي مفيش فايدة من أنت تنزل وتتظاهر هذا أسلوب ترهيب الناحة السلطات this is pretty scary especially in a country where supposedly it's the first democracy in the new world and supposedly the constitution gives you the right to occupy the public space You think the first amendment would still apply but it seems like lately it has been squished and squished the interpretation of it is getting smaller and smaller whatever is convenient for the police at that time is basically how we're allowed to speak out whatever they feel like at that time بمعنى إن البند الأول في الدستور الأمريكي بيعطيهم الحق بأنهم التجمهر وأنهم يليهم حق الاعتصام في أماكن عاما ده حقهم واضح أنه دلوقتي حقهم بيتاخد منهم واحدة واحدة زي ما بتقول من السلطات ومن الأمن هانا أوسو is commenting over here Dear Occupy LA, you are not peaceful Please, will you kindly stop trying to be the backseat driver Sincerely Tea Party Patriot حسناً حسناً So that's a bit funny So هي بتقول أنا هنا بتقول إن بتقول الناس اللي معتصمين في Occupy LA أنتوا مش سلميين ويريد تبطلوا تحاولوا تديروا شؤون البلاد من موقع هونتوا مش ملكوش حق فيها أسانوا تكون موجودين وهي طبع حزب اسمه Tea Party في أمريكا هي اليمين المتطرف شكرا لكم للتعاريتي السكر هناك لا يجب أن يكون هذا المعلومي بأنه تريد بشكل شكرا عنه فهي في المواقع سيعتبر ممتلك الاشياء أجل من حيث شكرا عنه إن الحيث سترفع اكثر عنها لا يوجد عشاق الإسلامي على قد من عبورو سمسورة لأنها نعمة أفهم لا ترين موحدة لكنك العشق في العشق الثاني ممتلك العشقات في وعنونك إيرياد ممتلك الإسلامية نعم، نعم، كان هناك تعليقات عن الكلام تقول أن هناك مقارنة ما بين الحزب ده والحزب وحركة Occupy Wall Street بيقارنوا الاعتصامات من الناحيتين بأنهما أعضاء تي بارتي بيقولوا لا الاعتصام تا أكي بارتي غير سلمي وتعليقاً على الكلام ده نسألتها أنهما أعضاء تي بارتي قبل كده قالوا كان لهم تعليقات في غاية العنصرية على كذا موقف حصل في أمليكا وهي برضو موافعة على كلامنا لأنهما كان اعتراضهم على رئيس أوباما كان عنصري في أساسه فإحنا مترين نطلع على فاصل بس هنرجع نكمل مع ماج ونشوف باية الأخبار لما نرجع من الفاصل وصلت على قليل وركز معي فنات في غيري اللبني على الطيارة بوني ان ستاتي المسجود يا رب بس بس تراجه وخلاص طيب يا رب جهزة جهزة خلاص اهلا بكم مرة اخرى بعد الفاصل ومكملين اخبارنا عن اوكيباي وال ستريت اهلا مرة اخرى اهلا مرة اخرى كلما احبائنا عن اقباط الولد هل تحريب أمكن أن يكون شيئاً لكما تلك يحيدنا من فلعاً للغاية لتحن Bulani فلعاً للغاية تحرير سيلة ما ساعة الماء أكبر سيّعني أكبر اكبر أكبر لأكبر تحريباً آلا بنت أكبر 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 فلعاً أكبر 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 مختلف قناة حالة كثير من الأضحاب that the police were dealing with there. Perfect. هيا بتقول أنا بقولها نحن بيوصل لنا أخبار كتيرة قوي عن Occupy LA بس Occupy Philly ما وصلهاش حاجة فممكن هي تقول لنا اللي حصل هناك بتقول إن فضل الاعتصام من الاعتصام كان أصغر كتير عن اعتصام LA وتم الفضل بطريقة سلمية أكتر بكتير من LA LA كان الكمية يعني عدد الأمن اللي استخدم في الفضل الاعتصام كان رهيب بعكس أخبار اللي حصل في الفيلدلفيا Trotspot here is saying when did peace become a problem أو من إمتى الناس اللي عايزة سلام أو السلام بقى مشكلة and that's about the Occupy movements your comment I completely agree with that when did peace become a problem I don't know I mean everybody I've seen who is out protesting peacefully like last night in front of the hotel that President Obama was having a fundraiser at they should be allowed to be there it's part of our rights and they're not being violent but yet they're being manhandled by police it makes no sense I saw people who were meditating and the police were shoving them back it was it was it was weird It's disturbing yeah So Brian is saying just watched a video of LAPD destroying an American flag when they busted up Occupy LA That pretty much sums things up أو التويت دي براين بيقول إن هو لسه شايف فيديو دلوقتي الأمن أو الشرطة شرطة LA أو Los Angeles وقت فض الاعتصام بوازت أو أطاعت عالم أمريكي فهداف حدزت وتلخيص لكل اللي بيحصل دلوقتي ده الحركة دي في حدزتها تلخيص الأوضاع هناك So what do you think of that? I did not see that video but I'm not surprised when the police roll in and they take over an occupation they destroy everything that's there and they don't care about people's personal property if an American flag was in the mix that's very sad that our flag wasn't represented that's a big deal actually to me And his comment that pretty much sums things up It certainly does, yes it does He's right So Chris also saying I just got out of jail after being targeted by the LAPD for filming the Occupy LA raid Thank you all for your love and support So they're being targeted Oh if you're there with a camera or you're a member of the media you are a target They in LA they had approved press They only approved a few media organizations from covering the raid Oh hold on Meg this is huge I just need to translate this part for the viewers before I forget that I'm sorry Okay, that's a big deal انهو التويت دي بتقول انهو لسه طالع دلوقتي من سجن حالا وانهو البوليس في LAPD في LAPD استهدفوه شخصيا لانهو كان معايا في Los Angeles كان استهدفوه شخصيا انهو كان بيصور فض الاعتصام وماكس قلتها ايه تعليق الموضوع ده بتقولي اوه فعلا لو انت موجودة في اي فض الاعتصام ومعاكي كاميرا هيستهدفوكي لانهو ما بيتقابولش او ما بيسمحوش الا القنوات معينة ان هي تصور او اعضاء من العالم معاينين ان هما يصوروا بس وده ده دي اخرت هان so i'm sorry go on it was just a very important point and i just wanted to clear it out right so the Los Angeles Police Department and the mayor's office approved certain media organizations to cover the Occupy LA raid other ones were not allowed to be there i mean luckily there are citizen journalists now who use twitter use facebook to talk about what's happening but the police don't like being videotaped so i'm not surprised at all that this person was targeted i'll translate that تقول ان هي فيه فعلا قناوات ما ما سمحهاش فيه قناوات قلالة جدا سمحولها بس الاهم دلوقت ان فيه صحافة شعبية فيه مستخدمي تويتر وفيسبوك اللي بيصوروا وبنقلوا الاخبار حالا ووقت حصولها وهي بتقول ان بس في الاول وفي الاخر زباط الشرطة ما بيعجبهمش خالص لما بيتصوروا وما بيفضوا الاعتصام بالعنف ده جيد ان تقاني بس المواضع احيان رسولوا على مستخدم كم يانا لاحظون الاخران والمواضع ما سيحدث لا يجب ترون اليوم وإن بيئة ستبت مواضع أكثر مواضع قناة اكثر مواضع اكثر مواضع بيحاولوا عفاً معلشان إله الخوف للمتظاهرين زي ما هم بيقول لتويت دي في ناس أصلا ما شفوش لسه وكين ليابة وقاضي ما فيش حد موجود وأن الكفالة المفروض يدفعوها عالية جداً عالعملو حان 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 حال حان حavat حان حان حس حين ح然 is not for size i'm yes so when we we've done the same thing in new york occupy wall street tries to talk to the cops and but you know there's only so much you can you can do they're there to enforce you know the safety safety in the process so they can't join us even if they want to home at the moment i think about what happened on the shop by in the moment all the name in the next element and then shadi have the shot but let them have a lot of us up and i'ma so uh meg i'd like to thank you very much for your input and uh we'll be looking forward to speaking to you soon best of luck thank you talk to you soon excellent perfect have a nice day bye 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 uh so uh the work last time i'm sorry i'm sorry i'm i'm my 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 وليما نسلوك في الطريق الصحيح انتظرونا في برنامج كمين في سوبه الجديد مع الرائد أحمد رجل في تعقب الجريمة منذ بدايتها وحتى لحظة القبض على البناء اهلا بكم مرة أخرى بعد الفاصل ونرجع لأخبار بلدنا إحنا واللي بيحصل هنا في هاشتاج لسة طالعة دلوقتي على تويتر اسمه فري أنس نشوف ايه موضوع على حكاية الهاشتاج ده على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ميرال كتبة أنس حسن ناشد سياسي وإعلامي باحث ومهتم بالتحليل السياسي والاستراتيجي مؤسس شبكة رصد ومديرها حتى أربعة 2011 ومفقود من أيام تعليق آخر على الموضوع عبد الرحمن نزيه بيقول أنس كن مسافر البلد على حد تعبير ابن خلته ورجع لطول يومين لا موبايل ولا تويتات ولا فيسبوك والبلد محد شافه أصد مخطوف رسمي تحت هاشتاج فري أنس أحمد عبد الرحمن بيقول واضح أننا هنتخطف واحد واحد طريقاً على الموضوع ده مش أول ناشد سياسي سبحان الله ما نعرفش عنه أي حاجة إسفاجأة كان حصل الكلام ده برضو من يومين مع ناشد سياسي اسمه على حسابه على تويتر لو حد حابب يشوف الـ نشوف الأحداث اللي حصلت واضح أن في حالة مش مفهومة في حاجة احنا مش فهمين اللي بيحصل من الآخر يعني منشوف آخرة الأخبار نشوف إن شاء الله أناس يكون بخير ما يكونش فيه أي حاجة من اللي في دماغنا ومتخيلينها سلمة سعيدة على حسابه على فيسبوك وتقول غداً اليوم الجمعة فيه مليونية زي ما احنا عارفين غداً مسيرة رمزية بالنعوش من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة إلى ميدان التحرير النهاردة بقى أحداث النهاردة واللي حصل روان الشيمي بتقول النهاردة كلنا بعين واحدة دي فيه مسيرة الساعة أربعة كانت موجودة من أمام مستشفى القصر العيني ومن ناحية شارع القصر العيني دي شار صورتك على فيسبوك معانا على صفحة مية سلمية مع أصحابك إن فيه أكتر من 80 عين أخدتها الدخلية فيه دلوقتي مسيرات حصلت النهاردة منضمين المسيرات دي حاطين ضماضات على عينيهم تضامنا مع النشطاء والثوار المتظاهرين اللي فقدوا عينهم من أحداث العنف من أول ثورة يناير لغاية دلوقتي زي ما احنا شايفين صورة من المسيرات النهاردة أحد الشباب المتظاهرين اليوم بالمنصورة الموضوع ده ما كانش بس في القاهرة لا ده كان في المحافظات كمان احنا شايفين برضو صورة أخرى من الأحداث النهاردة مسيرة العيون وصلت اعتصام مجلس الوزراء صورة أخرى برضو من نور نور وقفة صامتة الآن بكبرى قصر النيل لتضامن مع مصابي أحداث محمد محمود تحت هاشتاك تحرير وقصر النيل الكلام ده كان من ساعة بالزبط تمام عن الانتخابات بقى والانتخابات المولاملية واللي بيحصل في البلد كارلوس لاتوف هو فنان كاريكاتور معروف بيقول ديموكراسي وثيوكراسي رايم ولكن لا تتحرير بطريقة او ان الديموكراتية والثيوكراتية اصوتهم زي بعض او القافية نفس القافية بس في الأول وفي آخر لا يمتازقوا دي حاجة ودي حاجة في الأول وفي الآخر القرار ليكم ده عن الانتخابات البرلمانية في مصر صونيا دريدي بتقول مسلم brotherhood party freedom and justice say no alliance with the salafi party النور تحت هاشتاغ ايجي elections او الاخوان المسلمين حسبهم العدالة الحرية والعدالة بيقولوا ان ما فيش تحالف مع حسب النور السلفي ده كلام صونيا محمد مقد الدين بيقول apparently if the ايجي block does well and repeats around cairo they can pull off and almost balance results with the freedom and justice party او هو بيقول ان لو القتلة المصرية نتيجتها عفوا نتيجتها كانت كويسة في الاعادة ممكن يكون فيه توازن مع نتائج حسب الحرية والعدالة بتاعت الاخوان ابا نوب بيقول مظاهرة في دوران شبرى الان من المراقبين في اللجان ومعاهم ورق تصويت بالهبل وبيقولوا فيه صناديق اتفتحت كانت وبيتت في الشارع وطبعا في المعلومة دي اللي عهد على الراوي ومحتاجين حد من المسؤولين يرد علينا لو الكلام ده فعلا صحيح يكون فيه تصرفات اخرى يعني تحت هاشتاج ايجي الاكشنز اسلام ابراهيم بيقول عن روبرت فسك ان المعركة الحقيقية من اجل الديمقراطية في مصر لم تبدأ بعد تحت هاشتاج ايجي الاكشنز روبرت فسك كان موجود في التحرير مبارح ومحدش خد باله كان فيه تعليقات على تويتر بالكلام ده محمد عصان بيقول لا تحرير عاجب ولا عباسية عاجب ولا انتخابات عاجب اندهلكم عم حصن مبارك تاني يعني لا هو فيه حلول تانية اكيد يعني مظنش ان انت ممكن تدي الحلول الوحيدة الموجودة للشعب المصري ليه محمد الواتن تدي المجلس القومي لحقوق الانسان ينتقد استخدام احزاب سياسية الشعرات الدينية في الدعاية تحت هاشتاج ايجي الاكشنز هبا بتقول المنافسة حصرت بين الحرية والعدالة والكتلة المصرية وتواجد ضعيف للوفد والوسط واحزاب بعد الثورة تحت هاشتاج او احداث اخر الاخبار من انتخابات البرلمانية ونتاجها في السكندرية محمد بيقول حصاد الوفد 13 مقعد حصاد الوفد في المرحلة الاولى من الانتخابات تحت هاشتاج ايجي الاكشنز زين العابدين بيقول هو سبب ان الناس ضد الثورة ولا ان الناس ما عندهاش الوعي اللي خليها تبقى مع الثورة او ضدها الثورة ما عملت لهمش حاجة بمقيسهم وجاي باري بتقول تحت هاشتاج ايجي الاكشنز وهو ده العادي من ديمقراطية مصر ده رأيها احمد حنفي بيقول احنا خرجنا من اجل الحرية مش عشان حزبي يحكمنا بتمويل خليجي او امريكي تحت هاشتاج ايجي الاكشنز تحرير وايجت محمد بيقول مش عارف انتم متضيقين ليه دي احلى حاجة ان الاخوان ياخدوا اغلبية في المجلس في مجلس فاقت شرعياته دي حرق الدم ليه تحت هاشتاج ايجي الاكشنز وتحرير تمام حركة اوكيباي برضو كملت وصلت لتونس مش بس في الولايات المتحدة الامريكية لا دي وصلت كمان حركة اسمها اوكيباي برضو في تونس زي ما احنا شايفين دي صور من الاحداث دي في تونس ان الشارع وان اليها عائدون اليوفت بتقول الديمقراطية ليس التعصف الاغلبية زي ما احنا شايفين هنا صورة كمان من الاحداث برضو زي ما احنا شايفين التونس واضح انه ما رجعوا شارع مش مبسوطين من اللي بيحصل صورة كمان يفتت بتقول او لا فتا بتقول لا لا الديكتاتورية باسم الشرعية الانتخابية دي من احداث تونس النهاردة البارح انتخابنا اليوم نراقبه يعني ما عرفش اللهجة التونسية برضو عندي مشكلة فيها معلش اعتصام برضو من امام المجلس التأسيس التونسي في صور تشوف صور برضو كمان مكملين لمية بتقول ان في ناس كتير برضو في الاعتصام ده تحت هاشتاج اكي باي برضو لو حد حابب يتابع اخر الاخبار من تونس والاعتصام ده هاشتاج على تويتر اللي عندكم حسب على تويتر اسمه اكي باي برضو صورة كمان لافتة عن الاعتصام في تونس لا لعودة الاستبداد واخر فيديو معانا النهاردة دي رسالة من نساء ايرانيات بعتنها لنساء تونس ومصر هما فيه تخوفات عندهم خايفين اللي يحصل في مصر وفي تونس اللي حصل فيهم ثم بعتننا الرسالة دي هنختم بالفيديو ده وشوفوا يوم الحد على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى